اشهد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالمشاركة الطيبة للفارس البحريني عدنان العلوي في مهرجان وينسر الملكي السنوي لمسابقة قفز الحواجز مشيرا سموه إلى أن المشاركة تعكس مد اهتمام الفارس عدنان العلوي لإبراز رياضة قفز الحواجز البحرينية وانعكاسها على المشاركات الخارجية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة الفارس عدنان العلوي في مهرجان وينسر ستكون حافزا للفرسان البحرينيين في المشاركات الخارجية وتأكيدا لمكانة رياضة قفز الحواجز خلال المهرجان وتمني نأسموه للفارس عدنان العلوي كل التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة هذا وشهدت المنافسات حضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وتمكن عدنان العلوي الذي يعتبر العربي الوحيد المشارك في مهرجان وينسر لقفز الحواجز من تحقيق نتيجة جيدة في المهرجان حيث تمكن في شوط المنامة تصنيف خمس نجوم مع الجواد بالو تحقيق المركز السادس وسط مشاركة أفضل ثلاثين فارسا من فرسان النخبة ويعتبر الفريق الملكي الراعي الرسمي لأشواط قفز الحواجز بالمهرجان كما أن من تلك الأشواط مسابقة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذات التصنيف خمس نجوم والتي يحرص على التواجد بها فرسان النخبة العالميين ويستعد الفارس عدنان العلوي للمشاركة في مسابقة الجائزة الكبرى لارتفاع مائة وستين سنتيمترا وهذه المسابقة مؤهلة لبطولة العالم للفرسان المصنفين عشرة في المسابقة الكبرى والفرسان الذين ينهون جولة بدون إخطاء في نفس المسابقة والفرسة متاحة للعلوي لتأهل لبطولة العالم حسب الإمكانيات العالية للجواد بالو اشتركوا في القناة